بقى مستوى مبادلات مخاطر الاعتمان لإمارة أبوظبي منخفضاً مع نهاية النصف الأول من العام الحالي مما يعكس اقتصادها الديناميكي ومتانة مركزها المالي وصناديق الثروة السيادية الكبيرة وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزية الذي ذكر أن إمارة أبوظبي لا تزال تتمتع بإحدى أدنى علوات مبادلات مخاطر الاعتمان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث سجلت نحو 41 نقطة أساس في يونيو الماضي وأشار المصرف المركزي إلى أن مبادلات مخاطر الاعتمان في دبي ظلت ثابتة عند 65 نقطة أساس في الربعين الأول والثاني من العام الجاري